في محاولة جديدة من باريس لحلحلة الوضع المتوتر في لبنان الذي يرزح تحت موجة كثيفة من الغارات في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله تنظم فرنسا الخميس بمبادرة من رئيس البلاد إيمانويل ماكرون المؤتمر الدولي لدعم لبنان المؤتمر الدولي سينظم بمشاركة أكثر من سبعين دولة ومنظمة دولية وسيفتتح المؤتمر بكلمة للرئيس الفرنسي ثم تليها جلسة عامة تتضمن مداخلات للأمين العام للأمم المتحدة وأيضاً كلمة لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي التقى ماكرون بعد ظهر الأربعاء ماكرون جدد التزام فرنسا بالعديد من الوعود التي قطعها للقادة اللبنانيين منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي بهدف الدفع نحو حل دائم على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله بدوره كرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ما أكد عليه في تصريحات سابقة بأنه يأمل الحصول على دعم للشعب اللبناني والجيش وكذلك المطالبة بمساعدة إنسانية ومساعدة أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي مبدياً استعداده لتعزيز عدد الجيش في الجنوب من أجل أن يسيطر على المنطقة الحدودية في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار مع إسرائيل إلى ذلك قلل مصدر دبلوماسي فرنسي من إمكانية التوصل إلى اتفاق حول إنهاء النزاع في ظل غياب الولايات المتحدة عن الاجتماع يذكر أن باريس وواشنطن ترحتا في نهاية الشهر الفائت خطة دولية لوقف إطلاق نار مؤقت من دون أن تنجح هذه المبادرة وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان يوم الجمعة الماضي أن الخطة التي طرحت في نيويورك لا تزال على الطاولة